السلام عليكم ازيكم شباب في يعني اه يعني فيديو صغير وسريع هنتكلم عن احنا في الفيديو اللي قبل ده كنا اتكلمنا عن انواع اه اه قولنا فيه وفيه طبعا العيان لما بيجي لنا في الواقع يا جماعة مش لازم يبقى يا مية في المية يا خمسين في المية في عيان يجي لك اربعين في المية اصابة وفي عيان يجي لك ستين في المية وعيان يجي لك اللي هو الكمبيليت والپارشيل وانت ايس عليهم بقى بقيت الحالات الهمي سيكشن وسباينال كورده هو نفس الاسباب برضو حالات التروما وحالات الكار اكسيدنس وغيره نراجع مع بعض كده الباسويز بتاعت السنسيشن وبتاعت الموتور ده الباسويز يا جماعة بتاعت السنسيشنز المهمة الجرسيل والكونيات زي ما انت عارف راجع الحاجات ده بقى في النظري والعملي قبل كده عندك الجرسيل والكونيات السند في الدرزة القلام اللي هو اللي هو الازرع ده وده بشيل زي والفيبريشن من آآ اللي في عندك احمر واخضر جاين من ناحية التانية اللي هما واللاترال والفنترال ده طبعا بيشيل والفنترال بيشيل الكروت تارش. فاستخيل باتدول جاين من اين? من ناحية العكسية خالي بالك من انتجات كويس جدا. ده بالنسبة للسنسور باسويز التلاتة المهمين اللي هو بتاع الكروت تارش واللاترال بتاع الفين والتن بارش ودهو جاي من نحلة عكسية. وبعد كده الجراسيل والكونيات اللي هو الدورزة بتاع الفين تارش والبريجر والفايبريشن والبرو برسيبشن وده جاي من نفس الناحية. لسه بقى الموتور. اهم تراكت موتور في ده جماعة اللي هو مين? لاترال كورتيكو سباينال تراكت. لاترال كورتيكو سباينال تراكت ده اللي بيحرك الابر لمبو لو حصل في قطع خلاص شوف انت في الابر كان لما بيوقف من فوق كان وقفنا نص الجسم بالطول. تمام? لكن هنا طبعا احنا على مستوى اقل. طيب حصل عندنا ايه اللي هيحصل? اه. طيب بص كده تخيل المنزر. تخيل المنزر كويس. المنزر عشان عايزك انت اللي تقول. المفروض ان السيجمنت ديت بتغذي مجموعة عضلات. وبتاخد احساس من منطقة ما في الجلد. المفروض كل ده بتغذيه السيجمنت دي. تمام? طيب المنطقة دي بقى يا جماعة السيجمنت دي بقى ايه هي دي? دي بقى اللي يحصل فاق ليجين. تخيل المنطقة دي كده ما عديدش موجودة خالص. طارد. حصل فاق دمج تلف. يا طر ايه اللي هيحصل بقى? طارد المنطقة دي. تمام? طيب ايه اللي حصل بقى? شوف بقى في في مشاكل عندك على مستوى الليجين. شايف انت الاسكن والعضلة دول اللي على نفس المستوى. اكيد طبعا العضلة دي هتتوقف عن العمل. هيبقى فيها اللي هو والسكن هتبقى حاسيس تفقد فيه. ده اللي هو على مستوى اللي يجب. طب ايه رأيك بقى على المستوى اللي تحتي ده بقى? ده انت قطعت تمام? وبالتالي اه ايه بقى اللي هتحصل? في عندك موتور لوس. كل العضلات اللي على الناحية دية خلاص. بس اللي المفوضة يا جماعة ده عمل تاني. معتش هيعدي تاني هو زي ما هو كده. يبقى احنا هنفقد ايه? هنفقد على ايه? على الناحية دي. اه نفقد مفيش اي حرقة من اول مستوى التنسيكشن ونت نازل مفيش اي طيب. بعد كده بالنسبة للسنسيشن ركز مع بقى في دي. ها? يبقى ازا في السيم سايد هنفقد الاحاسيس المنقولة عن طريق الجرس والممكنية اللي سايلاني من شوية. طب وعلى هنفقد الاحاسيس اللي بتتنقل عن طريق البنتر اسبانيوس سلاميك واللاتر اسبانيوس سلاميك. باس ويز اللي بنسميهم طبعا انترو لاترال سيستم. يبقى يبقى دي خلاصة الكلام. نشوف بقى الكلام اللي مكتوب ايه? طبعا دي برضو صورة توضحية. اه السنسور لوسز تمام? ادزا ليبل يا جماعة يا نقصدنا بالزبط. في عندك سنسور لوس وموتور لوس. الجزء من الجلد اللي بتغزيه دي اتفقدنا كل الاحاسيس فيه. لانك انت دمرت فقطعنا فما فيش اي احساس. وبالنسبة لعضلات كل العضلات اللي بتغزيها دي تمام? يبقى فيها في لور نوتور نرون ايه الطائب? خلي بالك بقى على ده انت قطعت هني بتكلم على بس مش اللي تحت. اللي تحت هيبقى بس اللي هو بتغزى بالسيجمنت دي لأ ده لور ويبقى فيه تحت مستوى الايه? تحت مستوى هيبقى عندك وعندك موتور. طيب فيه يبقى فقدنا الحاجات نقلع عن طريق مين? اللي هو والحاجات اللي على الناحية التانية بتاعت بتاعت طيب وبين وتمبريتشر وكروة طيب وبالنسبة للموتور كل والبشرة على السيم سايد بالزبط هتفقد للأبد لو لو دي لو لو دامج كاملة في للأبد طيب يبقى ده بالنسبة للسنسوري وبالنسبة للسنسوري وبالنسبة طيب وبالنسبة للرفلكسز يا جماعة هتفقد تماما ويبقى فيه نواط شبيه باللي احنا تعلمنا عندك مرحلة من الشوك تفقد تماما وبعد كده تبدأ آآ تبدأ تتحسن من تاني تتحسن من تاني تمام ما تنساش بقى المنظر ده اللي احنا قلناها اكتر من مرة تخيله كويس اللي انا قلته من شوية يبقى ازا بالنسبة للرفلكسز آآ تول بي تيمبرالي لوست فترة زي فترة تشوف كده وبعد كده تبدأ الرفلكسز ترجع من تاني موضوع سهل وسريع وبسيط تشكركم والى اللقاء جديد ان شاء الله